شاركت مملكة البحرين في المنتدى الخليجي البريطاني في دورته الثانية والتي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة البريطانية لندن ويأتي هذا المنتدى تزامنا مع قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لتأكيد على استمرار الشراكة البريطانية الخليجية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية تفاصيل أكثر حول هذا المنتدى في تقرير مراسلنا من لندن عبدو جمال إصرار على تنمية العلاقات الاقتصادية الخليجية البريطانية حتى بعد قرار خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي تلك كانت أبرز محاول المنتدى الاقتصادي المنعقد في العاصمة لندن فعليات ثاني جولات المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني استعرضت كذلك أهم أولويات اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة الرهنة ورسم مستقبل وسبل تحقيق التنمية بالتجاوب مع المصالح المشتركة مع بريطانيا نحن اليوم موجودين هنا لنوثق هذه العلاقات أكثر خصوصا في ظل التحديات الجديدة التي تواجهها المملكة المتحدة بقرار الشعبي بالخروج من منظمة الاتحاد الأوروبي ونتطلع إلى المزيد من العلاقات القوية التي بنيت على مدى السنين تبادل التجاري مستمر والاتفاقيات مستمرة المرحلة القادمة هي تحدي كبير لدول مجلس التعاون مع المملكة المتحدة لوضع إطار جديد للتعامل التجاري في ظل الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حضور الأمير أندرو دوك يورك ووزير الدولة البريطانية لشؤون التجارة الدولية ليام فوكس جاء تأكيدا على تأصيل أهمية التعاون البريطاني مع دول الخليج العلاقة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي لطالما كانت هامة ومبنية على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل الظروف الراهنة التي تعيشها بريطانيا حاليا تتطلب استحضار تلك العلاقات المتينة لاستثمارها في مستقبل أكثر إيجابية للطرفين العلاقات الثنائية موجودة بين الدول وبريطانيا وأيضا نتطلع إلى علاقات قوية كما تعودنا عليها تاريخي مع بريطانيا دارت جلسات المنتدى حول خمسة محاور تشمل الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية كعنصر أساسي للاستدامة الشاملة للمجتمعات وتجيع ابتكارات الشباب مع تشغيل الأيد العاملة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأمين الاستثمار والمستقبل ليأتي المحور الخامس لاستعراض مناقشات عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي حضور اقتصادي لمملكة البحرين مع شركائها في الممتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني ونحو مزيد من الاستثمارات التجارية المتبادلة تأتي شراكة المستقبلية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل وبتنمية اقتصادية ومستدامة عبدو جبان تلفزيون مملكة البحرين لندن